موسيقى خليني أروح معاكم كده لتحليل في ختام العام عن أدوات البحث في جوجل ومنصات الموسيقى العالمية عن النجوم الذين بحث عنهم المصريون يعني تقول ايه المصريين يا ترى دوروا عالمين أو كانوا بيبصوا عالمين على الانترنت وعلى جوجل ومنصات الموسيقى في 2022 ايه الأغاني المصرية اللي كانت أكتر استماع سمعوا ايه اللي كانوا بيحبوه اللي كانوا بيشوفوه اللي كانوا بيدوروا عليه مين الفنانة اللي المصريين بحثوا عنها وعن أخبارها وعن أغنيها وعنها طول العامين مين هي وده طبعا زي ما قلت لكم سواء جوجل وكمان خليني أعرف ايه المحافظات الأكثر بحثا وشغفا بالنجوم يعني بمعنى ايه يعني هل فيه محافظة أكتر من التانية اه طبعا انت مش عارف مزاج الناس في كل محافظة ايه فيه محافظة مثلا تحب مطرب معين موسيقي معين حالة نجم معين خلينا نعرف كل الحاجات المبهجة دي حصاد من نوع جديد فيه بحث كده خلييني أروح مع الديوفي طبعا النقد الموسيقي أمجد جمال مساء الخير يا أمجد أهلا وسهلا بيك وأيضا معايا المحلل الموسيقي والفني محمد شميس مساء الخير يا أمجد أهلا بك خليني أبدأ معاكم كده عايز أعرف يعني قولي يعني نسأل كده أمجد قولي يعني إحنا يعني في الحال ده أنت شفت المصرين كانوا بيدوروا على مين أكتر على جوجل وعلى منصات البحث هو الظاهرة الإجابية جدا أن فيه يعني تنوع في الاهتمامات يعني ما فيهش اهتمام لطيار بعينه من الموسيقى فيه الناس بيسمعوا الأغاني التقليدية اللي احنا عارفناها البوب أو الأغاني الكلاسيكية المينستريم وفيه ناس بيدوروا على المهرجانات وفيه ناس بيدوروا طبعا على الأغاني الرايب مثلا بتصعد في السنتين الأخرتين بشكل ملحوظ جدا يعني كله يعني كله ناس سمعت اللي بيقدم شيء ذات قيمة دلوقتي بيه ذو قيمة بيه بيتسمع يعني يعني بس كمان البحث محركات البحث هي أكتر بيدلنا على مين الفنانين المثيرين للفضول أكتر من مين الفنانين المؤثرين يعني فيه فنانين على مثلا مش هدور على عمر دياب مثلا مش هبحث عن عمر أو مش هبحث عن محمد حمائي لأن أنا أنا عارف هم فين عارف شغلهم فنهم فين على أغاني معينة أخبارهم ممكن حاجة جديدة حاجة بس في الغالب هدور على حد جديد لسه ظاهرة جديدة حد زي مثلا فيه غنية زي بأمرت مين مثلا لفريد اللي هي لو جاي في رجوع إنساني دي من الأغاني اللي لفت يعني لفتت الأنظار لأنها غنية لشاب جديد جدا لكن كسرت الدنيا أو انتشرت بشكل الصوت ده مش غريب علينا بس نحن عايزين نعرف الأغانية دي طبعا كمان الأخبار والأحداث الموسيرة للجدل زي مثلا شيرينا عبدالوهاب مثلا كانت من الفنانين يعني تبحث عنهم كتير لا لفنها بس للكواليس اللي بتدور حول حياتها الشخصية طيب أنا عايزة أروح هنا من تحليل الموسيقي بقى يعني برضو تقول لنا يعني عايزة أعرف منك محمد تقول لي دلوقتي الناس زي ما ما أستاذ أمجد قال عايزة أعرف برضو منك الشباب هم أكتر الناس بتبحث يعني وبيدوروا هل أنت شايف أن احنا نقدر نقسها بفئة عمرية ولا نقسها بمحافظات يعني فيه في القياس محافظات مثلا يعني بتميل لنجوم معينين وفيه بالقياس فئات عمرية بتميل لناس معينة صحيح هو دلوقتي المنصات والأرقام أهم حاجة من الرقم بقى الرصد بتاعه هو الدلالة بتاعت الرقم إيه فأنا عندي لكل منصة فيه الجمهور بتاعه يعني يوتيوب هو يعتبر أكثر حاجة نقدر نبني عليها لأنه هو مجاني ومتاح للجميع لكن مثلا لو على منصة زي تيك توك فدي جمهورة بيبقى أغلبه مراهقين فيه منصات مثلا موسيقية زي مثلا سوبوتيفاي برضو بيبقى مراهقين أكتر أنغامي مثلا شاري مكتبات معظم الشركات الموسيقية فده بيبقى ليه جمهور أوسعة شوية طبعا تدينينا أمثلة كده وإحنا بنتكلم بقى يعني يعني مثلا لو احنا بنتكلم على يوتيوب فهنلاقي أكتر حد تسمع أكتر أغنية تسمعت هي إليسا وسعد المجرد من أول ديها عاملة تلتونية واربعة مليون مجرد احنا معنا الصورة هي على الشاشة إليسا وسعد المجرد دي أرقام المطربين الأكثر استماعا الأكثر استماعا إليسا وسعد المجرد يعني برضو خلينا وإحنا بنقول نشوف كده التحليل يعني كان إيه السببب أول حاجة عشان هم هي الأغنيتين بفيها اتنين من نجوم البوب كبار جدا ونتكلم على إليسا وسعد المجرد سعد عنده شعبية كبيرة جدا في الدول شمال أفريقيا وإليسا نفس الكلام بقى واخده في الوطن العرب وأصالة كمان تاني واحدة هل هنا قادر أقول كمان الحالة الغنائية اللي عملتها إليسا مع سعد المجرد في الأغنية عملت هذا البحث؟ أنا مختلف بقى شوية يعني بالناحة الفنية أنا ما بشوفش أن الغنوة دي نفع نقول مثلا عليها الأغنية المشتركة وأعتقد برضو أمجد يشاركني في الموضوع ده لأنه هو إحنا بنعمل أغنية تقريبا لفنانه وبعكاب نطبقا نقسمها ده يغني كوبليدة وده يغني كوبليدة لكن ما فيهش مفهوم الاشتراك طبعا يبقى خلينا ده نقول ده البحث بالنسبة للناس يعني الناس هي الأختار أهو مهتمية طبعا بيها وفيه جزء منه برضو ليه علاقة بحالة الجدل الجدل أحيانا بيزود الموضوع ده كان فيه حاجات ضد ساعد المجرد في وقت نزول أغنية فده برضو يعني ساهم في انتشارها نوعا ما أكتر أن الناس تفضل في حالة البحث آه يعني فيه جدل سلبي نوعا ما عليه كان وقتها كان في قضايا وحاجات كده اللي هي كنت نزل في أول السنة السنة دي طب بما أنك بتقول الجدل أستاذ محمد وأستاذ أمجد عايزة أعرف الجدل برضو عند الناس الجدل والحكايات وكده ده اللي حصل زي ما قلت مع شرين بينجح أغاني دلوقتي الجدل بينجح أغاني يعني شرين في الفترة الأخيرة ما بتقدمش أغانيات هي شرين موجودة في محركات البحث عشان أخبارها لكن الجدل بينجح أغاني موجودة في شخصيات يعني يعني مثلا الجدل نجح أغنية البخت الوجز لأنها ارتبطت بإشاعة معينة كده أثيرت اللغنية دي كتبت عن واحدة معينة فنانة معينة على علاقة بوجز أو مش على علاقة به فالناس أثرها الفضول بقى تسمع إيه الغنوة اللي بيغنيها وجز الفنانة فبقى هو في محركات البحث الرئيسي الفضول زاد يعرفه فالغنية انتشرت فناجحة فيه غنية برضو تعالى دلعك لبقى سلطان ونسر محروس وحكاية فيه كواليس الموضوع ورا حكاية خلينا نشوف الصورة دي الناس عدد الناس اللي بتدور على طبعا الراب وعلى وجز يعني برضو ده خلينا نشوف دي محافظات محافظات كتير فدي كمان هتبقى محافظات انت عندك كمان هنا الحقيقة عندك وده أنا اللي بقف عنده اللي هي فكرة بقى المحافظات يعني دلوقتي إحنا لما نيجي نشوف مثلا مثلا هنا يعني أنا وقفة هنا عند محافظات بعينها وده عاجبني انه في محافظات بعينها دلوقتي نقدر نقرأ عن المحافظات يعني لما وجزي مثلا لاقي هنا بتقولي بورسعيد السويس اسكندرية أكتر المحافظات بحسن عن اسمه فتقولي ايه التحليل مثلا ناخده السويس محمد اسكندرية طبيعي ومنطقي لأنه فيه نوع من الانتماء لأنه ابن المدينة وهو دايما فإذا اسكندرية لازم تبقى موجودة في المحرك البحث بس فيه بورسعيد السويس ما هو برضو هو الغنى برضو بتاعه ساحلة يعني فيه السواحل الموجودة في التكوين بتاعه دايما بيتكلم عن المواضيع دي ودي برضو مدن فيها شباب وهو بيمثل الجيل الجديد من الشباب المحركات البحث أثبت ده بورسعيد السويس اسكندرية لصالح ويجز اللي نريف يعني المحافظات اللي فيها الطبقة المتوسطة الطبقة المتوسطة العاملة اللي هي الطبقة يعني كنا نسمعها ساعات بورجوزية مش بورجوزية بس هي طبقة المتوسطة لأ هي كان فكرة السواحل دايما بيبقى فيها اطلاع على الآخر وهنا نتكلم برضو على أنواع موسقية مستوردة ما هياش أصيلة نوعا ما نحن نتكلم على الرب أمريكي جاي من بره بقامة مصارين وبنتكلم بليه أوضاع يعني بس خد بالك إحنا بقينا نعيش زي ما بنقول في العولمة فالشباب دلوقتي منفتحين وبيشوفوا وبيسمعوا وبيقرنوا طيب خليني أخد معاكم أكمل الكلام وبردو يعني حنقف مع حضراتكم في محافظات كتير حنقف في السويس الدأهلية البحيرة بورسعيد تاني اسكندرية دوميات البحيرة بني سويف لؤسر أسوان مطروح السويس عشان تعرفوا اختروا مين وبحثوا عن مين فنانين أو مطربين كملوا معنا بعد شوية في التاسع ورجعنا مرة تانية الفقرة دي الحياة فقرة لطيفة عشان هتخليكوا كمان تعرفوا الدنيا ماشي ازاي في الموسيقى والغنى والناس بتروح فينا يعني حرجع تاني أستاذة أمجد وانت عايز تقول لنا عن الأرقام والمنصات فعايز تكلمني عن ايه؟ طبعا المنصات الغنائية الوقتي بقت ملاذ للجمهور اللي عايز يسمع لان خلاص الاستوانات او الشرايط الكاست بتاعت زمان خلاص ما بقتش بتاعي يعني المنصات بقت هي المكان الناس بيسمع فيه الأغاني فهي بقت هي مؤشر كبير لقياس النجاح أكتر من المبيعات زي زمان معنا على الشاشة صدر اه بالضبط فاحنا بنلاقي ان طبعا عمر دياب في الأول تلتمية وحوالي وخمسين هو بالمناسبة هو تخطى الأرقام دي لغاية شهر نوفمبر اه فهو تخطى هو ترتيبه الأول عمر دياب هو وصل لحوالي 400 مليون دلوقتي 400 مليون اه في المركز التاني طبعا ويجز اه بس هو فيه فيه ملحوظة كمان ان ويجز معظم استماعاته اه لغنية واحدة اللي هي البخت البخت يعني دي اللي رفعته جدا هي لمحقق الرقم ده اه وهي بتصير برضو علامة اعيان علامة استفاهم ان ويجز تخطى رمزين من رموز موسيقى البوب اللي هما تامر حسني ومحمد حمالي ايو رغم ان مثلا تامر منزل ألبوم كامل ومنزل ألبوم الفيلم بتاعه كمان وحتى احمد سعد كمان تحت رقم ان ان احمد سعد برضو عامل مكوب تليل بس رقم رقم كويس جدا احمد سعد يعتبر قفز قفزة كبيرة جدا ان هو يدخل التوبتن ويبقى في المركز الخامس في منصة انغامي نشايف ان ده انجاز لأحمد سعد ان هو يتحط اسمه مع عمر دياب مع تامر حسني مع محمد حمائي يعني احمد سعد كده بيتبوأ مكانه في الموسيقى البوب مرون موسى مفاجأ يعني بصراحة فجيني مرون موسى ان هو بصراحة وعمل شغل كويس جدا وعسام ساسا وتامر عشور برضو بازل مجهود الحقيقة عسام ساسا بس انا عايز اعلق عليه ان هو هو مطرب مهرجانات طبعا بس هو في خضعة هنا هو عسام ساسا بينزل كل يومين اغنية او ثلاثة ايام احنا حسبناها حوالي 94 اغنية في السنة فهو يعني ارقامه دي مش معبر اوي عن مدى تأثير اغنيه طب انا عايز اكتو قولي المقارنة دي وانا هاخدها هنا من عنده استاذ محمد عمر الدياب بمحقق الرقم ده وبعدين اصالة امرى عشرة يعني يعني المنسبة عمر الدياب مجموعه مجموع عمر الدياب وغز زائد تامر زائد محمد حمائي كلهم متسمع وقد عمر الدياب يعني دي برضو حاجة قوية جدا وعلى فكرة انا لاحست حاجة يعني ممكن حدي يقولي ان عمر الدياب راح حصري الانغامي فطبيعا ان هو يتسمع طبعا انا بشكل لا انا رجعت الارقام عشرين وعشرين 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 قبل ما يكون حصري لقيت ان هو برضو نفس المعادلة دي ان المركز التالت والرابع والتاني مجموعهم بيكون قدم مجموعهم لدياب دايما اه فعمل الدياب بازل اه يعني هو سابق حتى سابق البعديب بمسافة شاسعة يعني طيب وهو لو مش موجود كمان على اليوتيوب يعني هو مش تمر واحد على اليوتيوب لان هو شلقة غنيمة على اليوتيوب وراح منصة مدفوعة الاجر ودي بتدي له قصلا كريدت زيادة لان هو اللي بيقدمه هو تقريبا الوحيد اللي هو انا بدفع عشان اسمعه بدفع عشان اسمعه فهو اللي بيقدمه ذات قيمة يعني الشركات تسعى لاحتكاره لان هو عارفين ان الجمهور هيروف له هيروف له هيدفع فلوسه من جيبه عشان يستمتع بيه اه طبع اليوتيوب منصة انغامي واضح جدا ان اعداد المستمعين بتوعها زادوا عموما زادوا عموما الاشتراكات زادت السنية دي عن السنة اللي قبلها احنا بنتبع دايما كان عمر دياب السنة اللي فاتت كان وقف عند 250 تقريبا او 230 مليون استمع احنا وصلنا 300 وشوية اه والمركز اللي بعده كان حوالي 100 مليون فالوقتي بنتكلم ان كله ارتفع مش بس عمر دياب يعني كل اللي حواليه ارتفعه طيب شكلنا كده عشاشا فيه المحافظات هنرجع تاني للمحافظات يعني عندي مثلا وهنا برده حسأل يعني بصوا الارقام بتاعت المحافظات خليني اسأل يعني اسألك اساس محمد يعني مثلا لما انا اشوف المحافظات الاكثر بحثا فلاقي مثلا سويس ده اهلية بحيرة اكتر محافظات بحثا عن محرك البحث جوجل احمد سعد فانت تقولي ده انت شايفه ازاي شايفه ان احمد سعد بقاله ثلاث سنين هو دلوقتي بيجني سمار ان هو بيحاول يقدم اشكال موسيقية مختلفة تعبر عن قطعات كبيرة جدا يعني بيقدر يقدم الغنى العاطفي بيقدر يعمل ديوهات مع ناس بتسمع مهرجانات بيعرف يعمل اغاني مع ناس بتغني راب بيعرف يعمل اغاني اعلانات مسلسلات فحالة التنوى ده هي اللي بيخليه يبقى هو انجح فنان السنة دي بيقدر يقدم نجاحات جماهيرية هلأ ترى اقول احمد سعد وصل للخلطة السحرية اه هو قناة دلتا صعيد ساحل يعني هو محافظ اللعبة سويس ده اهلية بحيرة يعني جاب مصر خلاص جاب مصر جاب الدلتا جاب الصعيد جاب القناة جاب الساحل يعني فاحنا بنتكلم ان هو بفعلا بيقدم يعني مسع وصع وصع اغنية راخد سكرة المهرجانات او الرياب شوية عليك عيون رومانسية كده شيك اغنية اليوم الحلو ده لكل العالم اليوم الحلو ده كل العالم تسمع اليوم الحلو ده فا احمد صعد طيب حاجة تاني عمر الدياب برضو لازم يتصدر طبعا بورسعيد بلده ومعاها اسكندرية دايما بورسعيد اسكندرية مع بعض ودميات طبعا بورسعيد ودميات ممكن اكتر محرك البحث عن عمر الدياب برا لما بيكتبوا مقالات عن عمر الدياب يسمينه هو الاب بتاع الموسيقى دول البحر المتوسط فده الطبيعي ان هي البلاد دي الساحلية هو الخلطة بتاعتها الموسيقية هو هو الابوها اصلا في العالم كله حتى في دول زي يونان حتى في الكلام ده هو الجونرا موسيقية معينة كده هو عمر الدياب في اليونان معروف جدا هل قدر اقول هو عمل اثبات استمرار النجومية هل قدر اقول عمر مكمل بيثبت استمرار نجوميته تلاتين سنة محدش تسمع كتر منه ممكن اغنية اللي فناه معين تسمع اكتر من اغنية عمر الدياب في السنة لكن التوتل بتاع عمر الدياب دايما هو الاكدر يعني انا هسمع عمر الدياب القديم كله هسمع شوية من الجديد حتى في اليوتيوب بنلاحظ حاجة مهمة جدا هو رغم انه شاء الاغنيج لكنه مازال جايب نصف مليار ده ايه اه ده بتملي معاك ده بحبيبي عن نور العين لسه موجودة بس ترتيب اليوتيوب ايه عنه؟ ترتيب اليوتيوب احنا عندنا طبعا اليسا في الاول اليسا حوالي 930 مليون بعد كده فيه اصالة اه احنا فيه مفرقة جدا غريبا اول مرة تقريبا من سنين طويلة انه تكون مطربة ست نايمة ومكلسوم تقريبا انه تكون مطربة ست هالة متصدرة في اي شارط غنائية وده عشان غياب عمر الدياب من اليوتيوب ده غياب عمر الدياب طبعا اه بعد كده فيه احمد سعد بقى وسعد المجرد مع بعض يعني اصالة ترتبها الاول اكتر اصالة التاني بعد اليسا بعد كده سعد المجرد اه بعد كقده واما سعد المجرد بعد اول مجرد بثمانمئة وستين año ورا احمد سعد على طول مش بكتير يعني اوعا هام مم chase وخمسين مليون احمد سعد ا Ranker ممزى لسه مزال انه هو برضو لان هو احمد سعد مهم جدا بانواف عنه لانه هو عامل دا بحوالي ست اغانى اليسا اصالة سعد مجرد حمد سعد عامل اعمد سعد حمicked عبدالية عشانs�� والجسكي حسين الجاسمي شيرين متاخرة هنا شيرين وتامر عليهم علامات استفام رغم شيرين وتامر رغم إن شيرين أخبارها كتير لكن الغنى مش موجود مفيش انتاجات موجود بالسنين الشغل القديم لكن مش الشغل الحديث هي كانت عاملة أغاني نزلت في نهاية السنة اللي فاتت في شهر نوفمبر تحديدا نزلت 3-4 أغاني كده وغابت عن طوبتن وها لسه بتزال غائبة يعني هي ملهاش غنوة واحدة في قائمة الأكثر أغاني لكن هي كمشروع على بعضه أه مسموعة نفس الكلام ده لكن مفيش جديد عشان كده محرك البحث من القديم بتاعها قوي قادرة تعيش برضه أه قادرة تكمل بالقديم بتاعها تامر حسني في الترتيب اللي احنا شفناه تامر وضعه شوية مقلق لأنه هو منزل ألبومين ألبوم فيلم بحبك وألبوم اللي هو ليه طالع اللي كان فيه أيوة فهنا فيه يعني تامر معاه حوالي 20 أغنية جديدة أو 18 أغنية جديدة فكان لازم ترتيبه يكون أعلى من كده ما شفنا موجود فيهم تامر طب أنا حجري بسرعة أصالة مثلاً هنلاقي محرك البحث في المحافظات بحيرة بنيسوي في اسكندرية اسكندرية نشيطة جداً في البحث أنا مش شايفة القاهرة وإيه الحكاية يعني قاهرة مش متصدرة الناس في قاهرة مدوشين ببنسبة هم بيصار نفوق قاهرة في الجوجل القسمين قاهرة الجديدة أو القاهرة يعني بس ولا الجديدة ولا بتاع الناس في القاهرة ما بيسمعوش أغاني لا بيسمع بس هم متوزعين أكتر يعني مش داخلين كده على حاجة بعينها لأن هي برضو بتلم مختلف بس هنا مثلاً عند أصالة ظهرت البحيرة وبنسويف يعني بحيرة وبنسويف في محرك البحث بالنسبة للأصالة مش موجودة مثلاً زي الباقي يعني هي أصالة كمان ليها أغنية اللي هي أغنية صعيدة بنت أكابر فهذه الأغنية دي برضو ونكحة جداً حسين الجاسمي بورسعيد لإسماعليا لقصر يعني لقصر هنا يعني بحث عن حسين الجاسمي بالنسبة لي هو كما هو جايب محافظات مصر كلها قبل كده فهو برضو مسموع جداً وعمل في الأغاني يا رب تكن بخير لسه أغنية نازلة جديدة يعني أغنية جميلة جداً بصراحة وهو حسين الجاسمي محبوب جداً في مصر فطبع طليعي هو طلته الناس بتحبه ومعظم أغاني مصرية اللي نجحة اللي جاب الملايين هي باللهجة مصرية نجح باللهجة طبع يعني هسألك هنا أستاذ محمد شيرين عبدالوهاي بمحرك البحث عنها في محافظاتك التالي أسوان مطروح السويس يعني من الجنوب للساحل لمحافظات القناة بس دي أكيد حاجات لها علاقة بالأزمات بتاعتها يعني مش بالغنى لا خالص مربوطة بالغنى خالص لأن كمان يعني الأرقام برضو أنا مقدرش أسلم بيها حتى لو موجودة في المشاهدات لأن هي طالما أنا ما بسمعهاش بوداني في الشارع ما بشوفش تفاول على السوشيال ميديا بيها هو في تعطف وده بيدل على نبض المصريين حد فيه ما إحنا متعطفين معاه لكن عام مستوى الفني هي غير مؤسرة على الإلطاق وبقالها سنوات كده يعني هي بتنجح ليها نتمنى إن شاء الله عشرين تلاتة عشرين يبقى عندها شغل أكتر بتنجح ليها أغنية كل كم سنة يعني سريعا أجري لأن الوقت خلاص المهرجانات طبعا وإحنا شايفين كان عندها أزمة مع النقابة ومشألة تريند فعندنا عينة بقى حسن شكوش وعمر كمال أنا شايف أن أزمة النقابة هي اللي أثرت عليهم لأنه هم كانوا في الأول نجحين تحت الأرض يعني على اليوتيوب على منصات بيتسمعوا أثرت عليهم ولا هي كانت تصحيح لأنه كمان النقابة بتحاول تصحح هو النوعية الموسيقية نفسها يعني قلت شعبياتها قلت في السوق المصري المصريين مزاجهم في عشرين وعشرين غير عشرين وعشرين مثلا عشرين وعشرين كان المهرجانات طلع قوي السنة دي لأ السنة دي إحنا بنتعافة من المهرجانات مش هزور بنتعافة لأنها أزواء يعني خلاص داية موجودة بس بس هي لأ هي طبعا أداءها حسن شكوش بنتكلم عامل حوالي 200 مليون بنتكلم مثلا إليس عاملة 900 وحاجة وحسن شكوش اللي هو الديجست ستار بتاعهم النهاردة من شوية كان لقائي في مداخلة مع رامي صبري وعنده ثلاث أغاني تريندج على اليوتيوب ودي برضو حاجة حلوة أغاني الرومانسية بتعود تاني يعني حاجة لطيفة بس برضو لازم نوضح أن التريند دا ما يبحث عنه الناس في الوقت الحالي لكن الفايصة الحقيقي إنما ناجي في نهاية السنة هشوف دا عامل إزاي وبرضو موضوع المهرجانات دا أنا بشوف أن هو يعني أكتر منه القيود اللي اتفرضت من على النقابة هي هبطت الموضوع لأن العفوية بتاعته دي هي اللي كانت نخليه يبقى مختلف لكن أما خليه بقى هو عايز يبقى زي وزي بقى الناس هو لازم يكون فيه اندباط برضو النقابة برضو دورها هنا اندباطي يعني ما يبقى شبا صور الاندباط كله في الحفلات بس مختصر على الحفلات يعني هو فيه طبعا فيه تضييق من ناحية الحفلات واندباط وهتغني كلام معين وكده بس في الأغاني اللي بتنزل على اليوتيوب هو بيقدر ينجح على اليوتيوب منجحش بس هو منجحش على اليوتيوب توقعتك عشرين تلاتة واشرين ليه الغنى بشكل عام مزيد من البوب مزيد من التراجع للمهرجانات الراب هيطلع كمان تاني بفضل برضو لسه الفضول الرابي بقى ويجز ومراوان بقى موسى مراوان ممكن يطلع أكتر من كده لان مراوان عمل شغل كويس ممكن يسبق ويجز شوية بعد كده هو عجبني أكتر السندي يعني أنا عجبني مراوان السندي عمل مجهود أكتر وإشعاعات أقل في لستة كبيرة مهمة بالضبط وتلميع أقل يعني برضو يجز شوية برضو متروج له شوية في الإعلام أكيد أستاذ محمد عشرين تلاتة عشرين للغنى والموسيقى والمنصات أنا شايف برضو أنه هيفضل فيه أزمة المهرجانات بسبب الكيود اللي بتعملها للنقابة وأتمنى الراب يعرف يفلت من الكيود دي لانه ما يفعش أكبر حد انه هو بيلعب مزيكة إلكترونية يقول له تعالى إلعب أكوستيك وأبو تعالى لعب مزيكة حية وشايف أن المغنيين البوب كمان يتعلموا من وجود المهرجانات أن هما يبقى عندهم اللغة بتاعتهم تبقى أقرب للشارع بدلا ما هي كانت معلبة نوعا ما أو بتعيد تدوير الكلمات دا ويبقى فيها نوع من أنواع الرقية في الكلمة كمان بالضبط أن هما يقربوا للشارع أكتر ويبقى فيه أفكار أعمية ولكن برقية برقية أنا بشكركم شكرا جزيلا كل سنواتو طيبين المحلل الموسيقي والفن محمد شميس وأيضا النقد الموسيقي أمجد جمال أما أنا بالنسبة لمشاهدين ماذا أتمنى لعالم الموسيقى أتمنى الرقي والغنى والفن يفضل موجود متنوع شعبي وراب وكله بس كله يبقى في إطار دي مصر واللادة اللي بنا مصر كان في الأصل حلواني كلنا بنغني وبنحب المغنى ويا ليلي عندي مكتوبة باسمك يا مصر تفضل رقية جميلة ومتنوعة دي كانت آخر حلقة لي يا أنا في عشرين اتنين وعشرين هلتقي بيكم بإذن الله الأسبوع الجاي نكون بدأنا على كل خير بعشرين تلاتة وعشرين كل سنة وانتوا طيبين كل سنة وانتم كلكم بألف خير افرحوا تهجوا وتفقلوا إن شاء الله تفقلوا بالخير تجدوا عام جديد عام سعيد نستقبله معاكم بإذن الله في التاسعة غدا لقاء جديد في التاسعة وتظل التاسعة هي مؤشر البحث لكم دايما بكل خير تصبحوا على الفخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر